السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله اخواني متابعين قناتنا باتات زينة واليوم ان شاء الله في فيديو جديد رح نتكلم فيه عن جميع اسرار زهر الصباح طبعا اتكلمت في فيديو سابق عن طريقة الاكثار لو كنتم بتابعنا من اليوتيوب رح تحصل الفيديو في رابط بالزاوية تابعوا واليوم ان شاء الله رح نتكلم عن جميع اسرار هاي النبتة كيف نخليها تزهر بكثافة ونحصل على نمو خضري جميل مثل الملاحظين اخواني هاي النبتة اللي امامنا في الفيديو ما شاء الله ازهارها جدا كثيفة ونموها الخضري ممتاز والسبب الرئيسي لهذا الشكل هو التقليم هاي النبتة اخوان اللي شايفينها امامنا تقريبا كل شهرين نقوم بقصها بالكامل يعني نترك فقط مقدار خمسة سنطي من الساق وما تبقى كله نقوم بقصه طبعا لو حبيت كاثر منها او لو حبيت تهدي للاصدقاء المهم انك تقوم بالتقليم لانه هاي النبتة كل ما يعني زاد عمر الساق رح يقل تزهيره ورح يضعف والتقليم رح يرجع يعطيك نموات اكثر ونموات كثيفة وبالتالي رح يعطيك ازهار اكثر النقطة الثانية اخواني هي الشمس المباشرة اه مثل ملاحظين هاي النباتات تقريبا تم تصوير الفيديو في اه تاريخ عشرين ستة البلد اه حرارته عالية جدا خلال الصيف يعني درجة الحرارة حاليا تقريبا خمسين مئوية طبعا هذا الفيديو انا صورته بعد زرات النباتات في الارض اه بتقريبا اسبوع وعشر ايام رح نشوف نفس المنطقة بعد مرور عشرين يوم طبعا انتم ملاحظين ما شاء الله ازهارها جدا كثيفة ومع انه الفيديو تم تصويره وقت الظهر اه رح نشوف نفس المنطق حاليا شوف ما شاء الله المنطقة ممتلئة بالكامل ازهارها جدا كثيفة ومع انه ايضا هذا الفيديو تم تصويره وقت الظهر فهذه هاي النقطة الثانية المهمة للحفاظ على هاي النبتة ولا حتى تعطيك ازهار كثيفة هو الشمس المباشرة او على الاقل لو ما عندك شمس مباشرة طيلة اليوم انه تكون الشمس ست ساعات اه يعني ما بين فترة الصباح حتى وقت الظهر يعني هاي الفترة اللي تكون فيها الازهار متفتحة بعد الظهر غالبا رح اه تغلق ازهار النبتة لذلك هي اسمها ورد الصباح اه هذا الفيديو طبعا تم تصويره تقريبا بتاريخ عشرة سبعة يعني بعد ما نرور عشرين يوم من الفيديو الاول ثم ملاحظين سرات نمو النبتة اه من الامور المهمة ايضا اخواني واللي الناس بيعانوا منها النبتة ما عم تزهر عنها هو بسبب وجود انواع هجينة او مستوردة واللي هي تكون اضعف من النوع البلدي وما تتحمل اه اجواءنا وخصوصا الحرارة العالية هذا النوع اخواني اللي شايفينه امامنا هو النوع الهجين او المستورد اه كيف نميز بين البلدي والمستورد النوع الهجين اوراقه اه تكون منحنية اوراقه ضعيفة ما تكون كثيفة الزهرة طبقاتها تكون اقل يعني حجم الزهرة يكون اصغر وداخل الزهرة او المياسم الزهرية بالداخل تكون ظاهرة اما النوع البلدي يعني نادرا تشوفها وتكون طبقات الزهرة اكبر من النوع الهجين ايضا الاوراق بالنسبة للنبات البلدي او الزهر الصباح البلدي تكون مستقيمة ويكون لونها اخضر اه ما يتحول لونها للبني تحت الشمس. اه هذا النوع الهاجين متى ملاحظين يعني مع انه تم تصوير هذا الفيديو بوقت اه المغيب يعني قبل المغرب نصف ساعة ومع ذلك ازهاره ما اغلقت. فهي احد الامور اللي فينا نميز فيها بين النوع البلدي والنوع المستورات. هذا الفيديو بنفس الوقت لهذا هذا النبات اللي شايفينه امامنا هو النوع البلدي. تم ملاحظين انه الازهار معظمها مغلقة. اه مثل ملاحظين ايضا شكل الاوراق والساق. تكون اوراقه كثيفة اكثر على الساق. اه تكون اوراقه مستقيمة. ويكون لونه اخضر. يعني حتى تحت شمسه الواشرة ممكن يميل لونها قليلا للبني لكن ما تتحول بشكل كامل. هذا اخواني النوع الهجين او المستورد. طبعا النوع المستورد يمكن زرعته من البذور. المنوع البلدي مستحيل انه يتم انتاجه من البذور. لانه اصلا النبتة ما تنتج بذور فقط عن طريق الاعقل. اه هاي النبتة انا عندي بالبيت. انا يعني نزلت صورة سابقا على الفيسبوك انه تم اكثرها من البذور. هتم ملاحظين اه يعني لو كان الجو معتدل يكون شكلها مقبول لكن في الصيف راح تتأثر ويكون شكلها جدا يعني تعبان. اه من الامور المهمة ايضا اللي حاب اذكرها. النبات المستورد اه يتعرض للاصابة بالبق الدقيقي. هتم ملاحظين لو ركزتوا بالفيديو النبات مصاب حاليا بالبق الدقيقي. اما النوع البلدي انا نهائيا ما لاحظ في اي اصابة اه سواء بالبق الدقيقي او غيره. ممكن يتعرض للاصابة لكن بشكل اقل. هاي النبتة عندي في البيت. مثل ملاحظين ما شاء الله نموها جدا اه كبير. لكن انا حاليا راح قم بتقليمها تقليم كامل. اه مثل ما ذكرنا في بداية الفيديو انه التقليم هو امر اساسي حتى تحافظ على ازهار النبتة وحتى تحافظ على نموها بشكل جيد. طبعا لو كان عندك متأكد انه النوع اللي موجود عندك هو النوع البلدي اه قمت بالتقليم وقمت بتقليل الري والشمس مباشرة ومع ذلك اه الازهار قليلة فهنا نبدأ با اه يعني الامر الثالث او القطوة الثالثة واللي هي التسميد. لو كان النبتة لسه ما زهرت فتحفيز التزهير يكون بسماد على الفوسفور او الداب لو متوفر عندك. اه ممكن تستخدم سماد على الفوسفور اه بمقدار خمستاش تلاتين خمستاش اه ولو كان عندك يعني بدأ التزهير لكن ازهارها قليلة او ازهارها ضعيفة وردني اه السؤال من احد الاخره انه الازهار تتساقط اه مجرد انها تتفتح تتساقط الازهار فهنا لازم نسمت بسماد عالي البوتاسيوم او نترات البوتاسيوم لو متوفر عندك. اه لانه البوتاسيوم هو عنصر اساسي لتثبيت الازهار سواء لورد الصباح او لاي نبات ثاني موجود عندك. طبعا هاي اهم الامور اللي اه حبيت ان اتكلم عنها ايضا من الامور المهمة انه النبات اه ما يتحمل السقيع. لو عندك الشتاء بارد جدا بما انهم حاليا داخلين على فصل الشتاء. فالافضل انك تدخل النبات اه لداخل البيت خصوصا خلال الليل. لان يكون الجو اكثر قرودة. بالنهار اه نعرضها للشمس حتى تحافظ على اه يعني اه نموها النبتة خلال فصل الشتاء. اه وهذا كل شي كان اخواني في هذا الفيديو ان شاء الله يكون محتوى عجبكم. اتمنى منكم الاستمرار بدعمنا مشاركة الفيديو مع الاصطقاء. اه الاشتراك ايضا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة